لكي نكون من رعيته له المجد الإكرام خلينا مع بعض نفتح كتبنا المقدسة أنا بدي نتعود نفتح كتبنا المقدسة مع أنه فيه على الشاشة لكن خلينا نفتح ونتبع كمان وبشجع الجميع أنه إحنا يكون عندنا كتابنا المقدس الخاص فينا وحلو أنه إحنا كمان نجيبه ونعلم ونحط ملاحظات كن معنا دفتر ملاحظات ونسجل هذا الشيء بساعدنا عشان نظلنا نتذكر أكتر ونظلنا مركزين أكتر في كلمة الرب وإحنا خلال الستة شهر أو السبعة شهر الماضي كنا أكتر مركزين على أفاسوس أول ثلاث أصحات اللي هي بتتحدث عن ما فعلوا الرب من أجلنا في السمويات عن امتيازاتنا ككنيسة في السمويات لكن في الصحات الثلاثة التانية رح نحكي عن المسئولية والحياة العملية والسلوك كيف نسلك كمؤمنين إلنا الامتيازات العظيمة وعلى قد الامتيازات في إلنا المسئولية المسئولية أنه إحنا نعيش كما يحق للدعوة التي دعينا إليها اليوم مش رح ندخل لأفاسوس لكن بدي أحكي عن موضوع كتير مهم وهذا الموضوع كثيرا ما أتعبنا وما زال يتعبنا ومستمر يتعبنا لكن بنعمة الرب عندما نتعامل معه بالنعمة الرب قادر يضبطه وقادر يخليكم بركة لنا جميعا لحياتنا وأيضا لبعضنا البعض وللآخرين يعقوب الصحة الثلاثة ورسالتنا في هذه الليلة بعنوان أهمية ضبط اللسان وتأثيره على حياتنا هذا واحد من أهم الشغلات قبل ما ندخل في السلوكيات وهو المحور رح نشوف قديش إلو تأثير هائل على حياتنا وكيف ممكن إحنا إذا قدرنا بنعمة الرب معونة الرب يتقدس وينضبط وينعيش في هذا المستوى هديش رح يكون بركة لبعضنا البعض وللآخرين أيضا والعكس بالعكس رسالة يعقوب الصحة الثلاثة وعدد واحد لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونا أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا هو ذا الخيل بعض مثالين نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله مثل الثاني هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير يفتخر متعظما هو ذا نار قليل أي وقود تحرق فاللسان نار عالم الإثم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويدرم دائرة الكون ويدرم من جهنم لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحفات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري أما اللسان فلا استطيع أحد من الناس أن يذلله هو شر لا يضبط مملوءا سما مميتا به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا ننفعش نعيش بهذا الوضع ألعل ينبعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر شفته مرة نبع يطلع ماء حلوة مرة بنفس الوقت طبعا الجواب لا هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا ولا كذلك ينبع يصنع ماء مالحا وعذبا كمان نقرأ من أشعياء الصح ستي نشوف شو الرب عمل أيات معروفة لكن نرجعها مع بعض ونشوف إيش الرب عمل مع أشعياء لم نأعلن مجده إله فصح ستي وإحنا كنا عمرت الإسه هذه الكلمات الصح ستي وعدد واحد في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرس عال مرتفع وأذياله تملأ الهيكل الصرفين وقفين فوقه لكل واحد ستة أجنحة بإثنين يطير يغطي وجهه بإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير وهذا ناك الذاذ ذاك وقال قولوا معي قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا شفرت فعل أشعياء فقلت وين لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود فطار إلي واحد من الصرافيم واحد من أنواع الملائكة المقربين جدا إلى الله وبيده جمر من قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطياتك ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا فقلت ها أنا ذا أرسلني يا أبانا نشكرك من كل قلوبنا من أجل كلمتك شكرا لأنك عندك يا رب دائما كلمة إلى قلوبنا في كل يا رب سوع وقت منيجي إليك بثقة شكرا يا رب وسقينك تكلمنا في هذا المساء وتعطينا كلام يا رب فيه بنيان وفيه توجيه وفيه أيضا توبيخ وأيضا يا رب سوع تعزيه وفيه يا رب سوع تشكلنا لنكون يا رب على صورتك يا رب إلى أن نصل إلى قياس يا رب سوع قامت ملء المسيح نعلن بالإيمان أننا ننمو وننضج يا رب نزداد ونتقوى بشخصك اخفي عبدك وراء الصليب وتكلم لا نريد أن نسمع صوت إنسان لكن صوت الروح إلى كنيسته في هذا الوقت في اسم المسيح أسأل هذا ولك الشكر آمين أهمية ضبط اللسان وتأثيره على حياتنا شوف أشعياء النبي وكان نبي من أعظم الأنبياء ومقتدر جدا إذا من ندرس أول خمس إصاحات أشعياء نازل طخ على الشعب وين لكم وين لكم وين لكم وبعن بيوبخ في الشعب وبنبه في الشعب إلى أن يصل إلى الصح 6 والرب بيعلن مجده وبيظهر بمجده إلى أشعياء كنا قرينا وشوفنا كيف السيد جالس وأذياله تملأ الهيكل وأمام هيبة مجد الله تنكشف لأشعياء عيوبه وضعفاته وسقطاته وأشعياء اللي كان نفكر حاله أنه هو القديس المقدس اللي كامل اللي هو جاي بصوت الله لشعب الرب أمام حضور الله بيكتشف أشعياء ضعفه بيكتشف مشكلته وبيكتشف حالته الروحية وبقول بدل ما يقول ويلون لكم بقول ويلون لي لأني نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين فقبل ما يقول أنتو شفاهكو نجسة بقول أنا قبلكو الشفتين نجسة ومحتاجة إلى تطهير إلى تقديس ورب ببعث ملاك من على من الصرفين وبأخذ جمرة من مذبح البخور اللي داخل بيت الرب وبمس شفاهه وبقول له الشفتيك مست وطهرت وتقدست وهذا هدف الرب النهاي أنه إيش الرب يعمل يقدس شعبه كل مرة الرب بيعلن مجده بيعلن حضوره الرب بيكشف عن ذاته حتى يقدس شعبه حتى يغير شعبه حتى يشكل شعبه لنتقدس ونتطهر ونتنقى حتى حياتنا تكون بحسب فكر الرب وحتى نعيش بحسب مقاصد الله وحتى حياتنا وسلوكنا يشابه صورة المسيح نتغير بقولي كتاب إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح وهذا هو شغل الرب على حياتنا وإلا إذا إحنا خلصنا ونفش عنا هدف لا بنا نبشر ولا بنا نتغير وما كان نكسر ليش إحنا عادين هون أحسن الرب يخدنا لفوق يعني المؤمنين اللي بيغلبوا يمكن الرب أحسن يكونوا فوق ذاك أفضل جدا لكن عنا دور الرب مطور روح علينا والرب متأني علينا عشان إيش يعمل؟ يعجلنا ويجبلنا ويغيرنا ويشكلنا ويتعامل معنا عشان إحنا ما نروح نخجل عنده ما جاءه عنده لقاءه لكن نفرح ونقول إحنا عم نتغير إحنا عم نتقدم نعم في صعوبات في ضيقات في ألام وفي مقصات للرب بتشتغل وفي تعاملات للرب وفي ضيقات للرب بتشتغل لكن الرب إيش بيعمل؟ الرب عم بيشكل فينا والرب عم بيغير فينا والرب عم بيعمل فينا عشان إحنا إيش عشان إحنا نتغير إلى تلك السورة عينها وهذا هو قصد الله وهذا هو مشيئة الله تقول لي أنا بس مش قادر أتغير مين قالك أنك أنت بدك تتغير هو اللي بدي أعمل فيك لمن أنت بتعطيه المجال كل ما عليك أنك تسمح للرب يا رب غيرني يا رب أنا عاجز يا رب أنا عاجز يا رب أنا مش قادر لكن ساعدني ساعدني لمن تعطي المجال لروح الله لكلمة المسيح لكلمة الرب بالروح القدس أنه يعمل فيك الرب بدي يتعامل فيك يعطي للمعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة لكن لمن أنا الشادد وما بيدي أتغير بديش أتجاوى بديش أطيع بديش أخضع بديش أسلم لمن يقضي بعدل بديش أتفاعل وأعطي المجال والوقت أنه أنا أكون في محضر الرب وأكون عن بعض المجال أنه الرب يعمل في حياتي مثل السفنجة التي تضعها تحت الماء وتنقعها في الماء وتمتص لكن إذا تضعها ندفي أو الغلاية تعرفوا غلاية القهوة أنتو كلكم أكيد تشربوا قهوة يا مرس كافي غلاية القهوة إذا تضعها على الغاز دايتين دا نص دقيقة بتقيمة ترجع تضعها كمان نص دقيقة بتقيم ضلك لتاني يوم الصبح مش راح تغلي الماء ليش؟ لأنه أنت مش ملحق تضعها وقت كافي فوق النار طالما إحنا مش معنا وقت نقعد قداما الرب مش معنا وقت إنه إحنا نكون موجودين في محضر الرب حتى الرب يلهي بقلوبنا كيف ممكن إنه إحنا نتغير إحنا مش معطينا الرب للوقت ولا الإمكانية واللازمة الكافي عشان الرب يغيرنا على قد ما أنت بتعطيه بحسب القوة التي تتعمل فينا على قد ما أنت بتعطيه الحيز على قد ما هو بيعمل فيك همين؟ عشانك تلاقي مؤمنين بعض المؤمنين بينموا بسرعة بعض المؤمنين مش قادرين ينموا بعض المؤمنين ما كانك سير ليش؟ لحنا مش معطينه في عوائق في موانع لكن هو اللي بيعمل فينا لمن إحنا نعطيه المجال وفي بعض المؤمنين مش عارفين إيش يعملوا كيف يعني نعطيه كيف لازم هاي بدأ بدأ قاعدة مش هذا لأنا حب محضر بس مش عارف عشان الرب عم بعمل فالرب عم بعمل والرب بده يغير فينا وبدن السنة الجاي لما نيجي بهذا الوقت منكون إحنا غير شكل من سنة لسنة ننمو نتقدم نتقدم اعرف إنك أنت في الوحظة أنت مش عم تنمو أنت عم ترجع فيش مجال إنه أنا بعدي مثل ما أنا فيش منه هذا نيوترل يعني إذا إحنا مش عم نتقدم إحنا عم نرجع وإخت إيمان ذكرت قصة المؤتمر أنا بالنسبة لي كل يوم مؤتمر كل اجتماع إحنا مؤتمر إحنا الرب الموجود غاد موجود هون بس مين اللي بتغير إحنا مين اللي بيجي مش جاهز إحنا شو راك ونصير نيجي ستة ونص ونصلي وإنه وقت اللي ستة ونص لسبعة يكون وقت صلاة وتجهيز تعرفوا لمن بيكون في تجهيز الصلاة وإنت جاي مجهز من أول ترنيمي تاني ترنيمي إحنا في الأقداس إحنا في حضور الرب ورب يعمل بقوة بغير فينا وبشكل فينا لأنه هو القادر أن يفعل فوق ما نطلب أو نفتكر وهذا اللي بدي يعمله فينا إنه هو بده يغيرنا ويشكلنا لمن أنا بعطيه المجال لمن أنا بعطيه الإمكانية والرب مشغول يطهرنا ومشغول يطهر حياتنا وأول ما بده يطهرنا وأهم عضو يطهروا فينا هو إيش؟ لساننا يقولنا الليلة لساننا طب ليش الرب مشغول يطهر لساننا؟ لأنه عشان الرب يستخدم ألسنتنا وكلامنا للبركة نقدر نبارك بعض نقدر أجل وقت إنه إحنا نبدأ نبارك بعض نبدأ نبارك نطلق كلمات بركة أنا بكون قعب بالقوضة فجأة بتذكر إشي بقول عبير كذا وكذا وكذا بتتفاجأ مني شو؟ أين أجدتك هالكلام؟ لا أعرف إش هكذا أجاني؟ أو إيش بتذكر واحد برفع تليفون شو أخبارك أنا حابب أباركك كذا وكذا وكذا خلينا نخد خطوات فيها نبدأ نبارك بعض ونكون عاملين إشي غير مختلف ومش وتوقع وإنك نصدم لحدك مش مهم بس طالما بصدم للإيجابة طالما بفاجأوا بكلمات حلوة بعت له رسالة لك تشجيع أجع على قبالك أنا بكون ماشي فجأة بيجي واحد عبالي أو بتذكر واحد بواقف دغري باكتب له رسالة أو بحكي معي تليفون بشجعه بباركه نبارك بعض هذا هدفنا نبارك بعض يعني الرب ديانة إنه إحنا يغير ألسنتنا حتى تتحول من كلام السلبي اللي إحنا عايشين فيه والمجتمع السلبي اللي إحنا عايشين فيه إنه نكون أشخاص مختلفين وسط مجتمع سلبي نكون أشخاص إيجابيين نضيء كالأنوار وسط عالم مظلم هذه مشيئة الرب هذه مقاصد الله لأن إحنا ما ننتمي للأرض والوطن الأرضي فقط لكن إحنا عنا مواطنون سمويون عايشين في الأرض إحنا وطننا فوق إحنا في السمويات إحنا موجودين عند الرب روحيا وإحنا نأخذ من عنده وعنا ملكوت وملكوته ملكوت أبدي وإحنا محتاجين نعيش بحسب ملكوت عشان إحنا محتاجين نصلي لأجل ضعفات بعضنا البعض بقل سنتنا نبارك نصلي نسند نعدد واحد يكون مريض كلنا منتحد نصلي من أجله واحد عنده زرف صعب كل المتحد نصلي من أجله هذا هو دورنا إنه إحنا نوقف بالدعم المعنوي والروحي من أجل بعضنا البعض نتعلم كيف نغفر وما نحقد نتعلم كيف نشجع ما نهدم ما نحطم عشان نتعلم كيف نكرز ونبشر ومش نقعد نحكي على اللي بيخدمه بدأ عكس إحنا نشجع ننقيد نسند نشوف تحول من السلبي إلى الإجابة نتحول من الطريق اللي هو بربح منه بس إبليس إلى الطريق اللي الرب هو قادنا إله حتى إحنا الرب يربح والرب يتمجد والرب يتعامل معنا في هذه الأمور رب أجل عند الشعياء والرب يجل عندك واحد فينا يحتاجين نقول له يا رب تعال بجمرة من عن مذبحك طهر قدس مس شفاهنا نقينا انزع كل إثم وكل شر وكل نجاس وكل كلام سلبي وكل عقلية سلبي ويعني موجودة في حياتنا غيرنا كل تربينا عليه كل المبنينا فيه تعال صلي معي يا رب سوى السود عليه ثاني في هذا المساء يا رب أملك على كلام وأفكار يا رب أعلم من هذه الليلة يا رب أنت تصنع تحول في طريق تفكير تصنع تحول يا رب في أفكار أعطينا أكون شخص خلاق أعطينا أكون شخص يا رب قادر يا رب سوع أحول اللعنة تحول من خلال اللعنة إلى برك تحول الكلام السلبي اللي بيهدم وبدمر إلى كلام إيجابي بيبني وبشجع في اسم الرب سوع قل له معي ضع حارسا على باب شفتية صن لساني وضع حارسا على باب شفتية في اسم يسوع مزمور 141 بيقول على الثلاثة بيقول اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتية يعني مش قادر تطبط لسانك حط لك شي قوله يا رب حط لك شي ملاك قاعد حارس على باب فمي هيك بيقول الكاتب المزمور تعرف أنه الطريق إلى حياة النضوج إحنا مرات من إيس المؤمن الناضج هو عنده مواهب لا يا حبة مش هذا المزبوط المواهب يعطيه الله بعطيها النضوج هو ثمر الروح القدس وقدش أنا أعطي المجال للرب إنه يشكلني ويغيرني عشان حياتي تشبه صورة المسيح ويظهر فيي ثمر الروح القدس اللي هني تسعى قوله معاي فرح محبة سلام طول أنا لطف وداعى تعفف صلاح إيمان هذا النضوج هذا النضوج طريق النضوج طريق الكمال مربوط في اللسان شو بقول في يعقوب ثلاثة وعشرين يعقوب ثلاثة وعشرين شفتم معاي شو بقول إن كان أحد لا يعثر بالكلام فذلك إيش إن كان أحد يعقوب ثلاثة وعشرين لا يعثر بالكلام فذلك إيش وين الأخت في فيان وين راحة يعقوب ثلاثة اتناعش معناته يا حداعش إن كان أحد لا يعثر بالكلام فذلك رجل كامل مين لقاها أي عدد تنين أنا معناته بخربت عدد تنين يعقوب ثلاثة اتنين إن كان أحد لا يعثر بالكلام يعني حك يمدوزا وكلامه دائما بيوزن الكلمة قبل ما يقولها تخيل أنت قديش هذا إيش بتطلب مجهود بتطلب صبر وبتطلب دير باله قبل ما يحكي الكلمة لأنه حل طلعت راحة فيش بجال ترجعها فذلك رجل كامل هذا هو النضوش قدش إحنا محتاجين قل له يا رب تعامل معنا في هذا المجال كيف يا رب أضبط لسانه يا رب علمني أعد للعشرة قبل ما أحكي يا رب علمني كيف أنا لابن أحكي قبل ما أجي وأنا غضبانه بوم 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 أهدي الدنيا المناسبة اللي أنا أقدر فيها أقول لأخوي وقل لهن هون الطريق ما كانت مش مزبوطة واللي قلته مش مزبوط بطريقة ما أجرح وأدايق لكن أبني وأشجع وقبل ما أقيم الأشل في عين أخوي أقيم الخشبة اللي في عيني شانيك رب دو يضبط لسانه تعرف أول ما لما نتعمد المئة وعشرين امتلقوا بالروح القدس و بالخمسين شو صار فيهن شو صار فيهن امتلقوا بالروح وبعدين بدأوا يتكلمون الروح القدس لما يمتلك هنا يمتلك إيش لأن اللسان هو المفتاح والمحرك لكل الجسد تخيل معي بدأوا يتكلمون بعظائم وبلغات فالرب لما يمتلكنا لازم يمتلك لساننا لذلك نحتاجين نخضع لساننا لسلطان الرب كل يوم أضبط لسانه ضع حارسا على باب شفتية بقول يعقوب ثلاثة بقول زي ما قرأنا إن كان أحد لا يعثر بالكلام فذلك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد ليش ليش قادر يلجم كل الجسد بشرح يعقوب بقولوا أن الجسد أو اللسان مثل أو المقود أو بوصفه بحالتين بوصفه بدفة السفينة وبلجام الخيل دفة السفينة اللي هي دفة صغيرة جدا ممكن يتحرك سفينة ضخمة جدا إلى اتجاهات مختلفة أو لجام الخيل اللي هو بمسك الخيل بقدر يتحكم بسرعته إذا بتشد وقف بسوق خيل بركب على خيل أو باتجاه الخيل يمين أو شمال فأداة صغيرة لكن لها تأثير كبير وهائل جدا هيك بقول اللسان في حياتنا وفي تعاملنا معاه وإحنا لازم نعطيه أهمية وإحنا نصلي عشان نقدر نكون كاملين عشان ننضج عشان القادر أنه يفعل في حياتنا لازم يفعل في لساننا وفي كلامنا وفي تصرفاتنا وفي سلوكنا أنه لقوله رب قضط اللسان تعامل معاه بقول ما حدا بيقدر يضبطه ولا إنسان غير هو غير الرب غير الرب القادر يلجم هذا اللسان حتى يكون خاضع للبركة لأجل الآخرين قوله أمين معاه عشان إيكا إذا سلمنا لساننا للرب والرب ملك عليه راح يلجمه وراح يقدر ننضج إحنا روحيا وهذا اللي إحنا بدنا نتقدم فيه إحنا مرات نسمع قادر أن يفعل فوق كل شيء ربي بركني ماديا والرب يشفيني والرب قزة لا قادر الرب يغيرني وينضجني ويعطيني أنمه في معرفة ما شئته قادر هو يعمل في حياتي في كل الاتجاهات والأهم هي اتجاهات الروحية يعقوب بوصف إلنا وبقدم لنا تقريبا 11 وصف لللسان ما فيش كتير وقت أنا بس دأولهم بسرعة راح أعلق على واحد أو تنين منهن لأجل ضيق الوقت بوصف قديش اللسان اللي هو مش تحت نعمة المسيح ممكن يعمل يعني تأثيراته هائلة فبقول أول إشي اللسان سريع العثرة كتير الخطأ مش بسك لكن اللسان قوة حاكمة يعني ممكن يتسيطر على واحد بكلامك وإذا شديت النبرة ممكن يتأثير على واحد شوف المعلم لمن معلم بتلاقيه يعني طول بعرض ومش عارف يضبط لهاي لأنه لسانه وشخصيته مش وتلاقي واحدة معلمة قصيرة لقدة بتعرف تحكي وعندها يعني كلام قوي بتلاقيها مسكة الصف شو المفتاح وين باللسان بالكلام طريقة الحديث طريقة الإلقاء بأثر تقدر تقوة حاكمة مش بس قوة حاكمة لكن قوة موجهة زي ما قلنا دفة صغيرة تحرك سفينة ضخمة هيك بكلمة ممكن تهيج يعني جماعة وتثير جماعة وبكلمة ممكن تهدي جماعة ثائرة يعني مرات كلمة واحدة بتعمل شو بصير إذا بتطلع الحارة عندنا بتقدر تفهموا عليه مزبوط قوة موجهة قوة حاكمة يعني ديناميك مفجر نار بقول عالم الإثم مرات كلمة واحدة بتقدي إلي بتقوم طوشة وبتقاتل وبتقابط وكذا وحداش عارف شو عايش بتقاتل وحداش فاهم كلمة واحدة هيجت وعملت هذا ممكن يأثر ويصير في الكلام لما بكونش تحت نعمة المسيح مش بسيك بكون لكن اللسان أو الكلام شامل الواسع الانتشار خبر واحد قول بس كذا وكذا صار وشو بتصير إحنا بكلامنا يعني مثل النار في الهاشيم بتلاقي الخبر انتشر في البلد واليوم مش بس عنا لساننا مواقع التوصل يعني كمان يعني زي يعني أصعب وأصعق وأكتر وأكتر بتلاقي الأمور ينتشر بسرعة مش بس ينتشر عميق التأثير ويا ما كلمات قيلت سببت إلى ألام عميقة جدا في الأعماق وإحنا مش عارفين وهذا مش عارف واسنين طويلة مش بس يقول عنه كمان أصعب يعني كأنه متصل بجهنم يدرم من جهنم يدرم يعقوب وكأنه مربوط في جهنم القدي ممكن يأثر إذا كان مش تحت نعمة المسيح بعدين اللسان كمان ماله غير قابل للترويد وكأنه وحش مفترس ما بيقدر إنسان أنه يروضه غير قابل للترويد غير قابل للضبط مش قادرين نضبطه ما تحس طلعت الكلمة يا الله انسبقت ومش عارف شو مش بس قوة كات قاتلة ممكن بكلمة واحدة تدمر حياة واحد ذكروا القصة اللي حكاها الأسيس نبيل بالمؤتمر عن الأخت اللي عملت أشياء منيحة لواحد بعدين أجاء تليفون أجاء تليفون يعني اللي هو مش معتبر قديش عملت وكزو وكله سلب اللي خلاها تنشل بسبب كلام هذا الشخص على التليفون ذكروا القصة عدم تذكرها آمين فممكن بكلامك تهدم وبكلامك تبني إذا ما كانش الكلام تحت نعمة المسيح مش راح تبني راح تهدم وفي كمان اللسان ممكن يكون واحد عنده لسان مزدوج يعني أو نسميه رجل ذو لسانين إذا منيجي بلغة العالم اليوم يعني إيش عنده لسان مالتي يعني بقدر بقدر يكون يعني أعطيه سبح الرب يعني بيمجد الرب وكلام مأح لا وبيصف كلام مدوز وحلو ومرتب وبيصبح وبشكر وبيصلي وبتكلم كلام كذا ولكن بتلاقي عنده كمان الاتجاه التاني يكون بين العالم والأمور بتحمى وبتلاقي زيح يا خالد يا جديد وتعالي يا خالد يا قديم وببدأ الأمور تتخربط معاه وبتعصب وببدأ الكلام يحكي مغرب مرجماني بسر شو اسمها هاي مشرق مغرباني هاي كلام سلبي يعني كلام شكالي لوان معقول كيف هذا بيحكي هيك رجل ذو لسانين رح لاحكي لهم عن تنين أو ثلاثة من الوقت كتير دركنا من هذه الفقرة أول واحد اللسان هو أضعف عضو عند الإنسان نقطة الأولى هي سريع الخطأ كثير الخطأ أكثر ما يستغل له إبليس وهذا اللي نتبه له إنه ما تخلي إبليس يستغل لسانك للشر لأجل إذاء الآخرين لكن حول هذا اللسان إنك تحارب في إبليس وتبارك في الآخرين وتمجد الله هل في حدا ما أخطأ بلسانه بجوز إذا فيه واحد كامل يعني نزقف له الليل يعني فيه ما أخطأ بلسانه كلنا أخطأنا بلساننا الجميع أخطأ وأعوزهم مجد الله عشان يعني محتاجين إنه نصلي هاي الصلاة في مزمور 34 13 بقول صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش صن لسانك عن الشر يعني اعمل شروط روحي للسانك هاي ترجمة اليوم اعمل شروط روحي يعني بنعمل إحنا شروط لكل إشي بس للساننا بنعمل أو لحياتنا بنعمل شروط اعمل شروط روحي صون صيانة صيانة هي شروط صيانة كيف نصونه صلي را رب تعال قدس لساني قدس كلام يا رب أعطيني النعمة إن أنا قبل ما أنسبق وأحكي كلام مش مزبوط أدربالي وأنت به مين يعطي النعمة هو لمن إحنا نطلب هو بيجي أمثال 13-13 يقول من يحفظ اسمع الكلامات هذه من يحفظ فمه يحفظ نفسه ومن يشحر شفتيه يعني يشحر شفتيه يعني سريع التكلم بدون تفكير فله هلاك اللي بي يعني يعني كلامك ممكن تحفظ نفسك وممكن تأذي نفسك من خلال كلامك أمثال 21-23 بيقول من يحفظ ثمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه يعني اللي بيحفظ نفسه ولسانه بيوفر عحاله مشاكل كتير طيب العهد الجديد شو بيقول بطرس الأولى 13 عشرة بقول لأنا من أراد اسمع هالكلمات أن يحب الحياة ويرى أيام صالحة مين أراد أن يحب الحياة ويرى أيام صالحة أنا برفع عداية تنتين كلنا يا رب بدنا نحب الحياة نعيش حياة منيحة وأيام صالحة شو يعمل نمرة واحد يكفف لسانه عن الشر وقف بس إني عم لو سوئت عمي خلاص ما لكم يتركهن يكفف لسانه عن الشر آه بس كيف أن تتكلماه بالمقر شو بقولي المثل العربي المشهور لسانك حصانا إن صنته وإن هنته يكفف لسانه عن الشر إذن اللسان زي ما قلنا أضعف عضو في جسد الإنسان لكنه مؤثر إيجابي إذا امتلكوا الروح القدس ومؤثر سلبي إذا امتلكوا إبليس نمين نسلم لساننا كل يوم ولي رب سلمك لسان يا روح الله امتلك لساني يا روح الله ضع كلمات النعم على فمي صن لساني على الشر هاي صلاتك القادر أن يفعل أنه إيش يغير طريقة كلامنا حتى نبارك فيه بعضنا البعض وتذكر لما بيجيك شخص لما تذكر إيش لما من كذا وفيه إيش إيجابي أعطي بارك شجع حتى نبني أحدنا الآخر قوله أمين تنين اللسان عضو صغير يفتخر متعظما عدد تلاتي بقول هو ذا الخيل تضع اللجم في أفواها لكي تطوعنا وفندير جسمها كله هون يعقوب زي ما قلت بقدم مثالين مثال اللجام ومثال الدفة وحكينا عنه قبل شوي والمعنى من كل هذول المثالين أن اللسان مع كونه عضو صغير إلا أن فعل قوة تأثيره هائلة أو كبيرة جدا مع أنه عضو صغير فعل تأثير كبير أو هائل شو بقول في أمثال 18-21 اسمع قديش قوة تأثير اللسان ممكن يكون أي مهم جدا أمثال 18-21 قول الموت والحياة في يد اللسان يا يسوع الموت والحياة في يد اللسان نعم وأحباؤه يأكلون ثمره يعني اللي بتزرعه بكلامك رح تحصده بالنتائج اللي أنت بتحصد اللي رح تخدها أحيانا متكلم سلبي على الآخرين في لحظات غطب بنسبب خراب للعلاقات وأحيانا متكلم عن أنفسنا كلام سلبي ريتنا هيك وريتنا هيك ويا ريتنا هيك وريتك وهيك وبيجي يا ابننا بغلبنا ريتك هيك وهيك ونبدأ بنقسين ندعي على بالشر وإبليس طبعا يأخذ الكلام السلبي وبروح بيطالب عند الله بالحق الشرعي بناء على اللي أعلنه فلان وفلان أنا بطالب أنه تعطيني الإذن آجي وهأزيه وأضره بما هو قاله تخيل قديش ممكن نجيب على حالنا لعنات ونجيب على حالنا شر ونجيب على حالنا أذى بسبب أشياء إحنا أطلقناها وأعلناها سنين وسنين بالماضي شو نعمل أسيس شو نعمل يا جماعة الحال نرجع نتوب عن كل كلمة أطلقناها وإذا الرب بذكرك والروح بذكرك سجل كلمات توب عنها وحدة 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 وإعلن سلطان الدم أنه يغسل هذه الكلمات والإعلانات وتسقط بإسم الرب سوع كل حق شرع للعدو وكل شكاية وكل ممسك مسكو على الإبليس على حياتنا إحنا أطلقناه علينا وعاولادنا وعلى أحفادنا وعلى جراننا وعلى حوالينا نرفضها ومنحول هذا الإشي بعد ما نغسله بدم يسوع منحول الكلمات السلبية إلى كلمات إيجابية ومنطلق سلطان يسوع منطلق البركة علينا أو على أولادنا مباركين مباركين ومنتكلم كلام عليهم كلام فيه بركة فالرب بأخذ هذا الكلام اللي فيه البركة وبيحققه بالروح القدس وبنفذه بالروح القدس وبالعكس كلام البركة بيأثر في أولادنا وبيبني شخصيتين وبيشجعن وبيطلقهن من الحالة الصعبة اللي هني أخدوها بسبب الكلام السلبي همين نكون عمليين إحنا أنا بحكي أشياء كتير عملية وأنا بصلي إنه ما تنسوش إشي تتذكروا ونبدأ نطبق اللي عم نسمعه لأنه إذا إحنا ما تغيرناش راح يضل الوضع زي ما هو واللسان اللي هو دور كبير في السلوك وفي الحياة الموت والحياة في يد اللسان وأحبائه يأكلون ثمره بدنا نسكر كل باب شكاية علينا من إبليس ونسكر كل باب شكاية إحنا فتحناه ومش عارفين وإبليس بيستغله وإحنا مش فاهمين فكل كلمة أطلقت تغسل بدم يسوع من توب عنها في اسم الرب سوع آخر شيء احضر احضر من إنك أنت تتكلم بالكبرياء على وتنسب كل شيء إلى ذاتك يعني تمحور حول الذات مش بس إحنا نطلق كلام سلبي على حيانا وعلى الآخرين لكن أن ننسب المجد إلى أنفسنا الكلام بحذرنا احضر من إذا الرب باركك استخدمك عمل في شيء وتمجد الرب في حياتك وعمل شيء تذكر 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 دائما لمن بيجوا الآخرين بمدحوك لمن أنت تنتفخ وتمتدح نفسك تذكر دغري أنك أنت في أصعب نقطة ممكن توقع ويكون وقوعك عظيم عشان يك لازم تعطي دائما المجد لمين للرب ما أعطي أمثلي زي ما حكينا أمثلي يعني مشهورة كتير النبوخذ نصر حتى هو كان مش شخص بعرف الله لكن الله هو الأطلق البركة يعني كل شيء يحدث في العالم الرب هو وراه موجود وهو المسيطر على كل شيء وقف نبوخذ نصر قدام بابل العظيمة ويطلع وهو عب تمشي على الصور شاف المناظر شاف العظمة شاف المجد فيش واحد وقف قدامه هو يعني اللي مسيطر على العالم كله قال هذه الكلمات أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بنيتها أنا أنا برجع ليش للذات لأجل مجد مجدي وقت داري يعني إيش لأجل مجدي وقت داري كله بقدرتي ولأجل مجدي أنا بنيتها نفس اللحظة اللي هو أنا طق في هاي الكلمات أجل الرب من فوق سكر له فيوزين بمخه تحول من شخص اللي هو مقتدر إلى شخص مثل الحيوان بتعامل سبع سنين عاش كل حيوانات وأدرك وتربى وعرف أنه فيه إله حي عظيم موجود اللي هو إله المجد وإله القدرة وإله العظمة آه فيوز صغير بس يك الرب قامه ورجع له الرب إياه مهم جدا ننتبه أنه ما ننسب أي شيء لإلنا لكن أعطي المجد دائما ننرب العهد الجديد ما حصل بالعهد الجديد الملك هيرودوس جماعة صور وصيدة أجوا عند الملك هيرودوس وخرج بالحلة الملوكية حتى يعني يستقبلهم ووقف وبدأ يخطب وبدأ يخطب والشعب شاهد في كل الشمس أجت على الأواعي بلش الأواعي البراءة تظهر ويتلمع وشاهد الظهر حديث وكان شيق والشعب بدأ ينادي هذا صوت إله لصوت إنسان هون كان مفروض هيرودوس إيش يحكي لكنه صمت هناك كان مفروض نبو خذ نصر يصمت لكنه حكى هون كان مفروض يحكي يقول يا جماعة لا أنا متلكم متلي متك ولكن هذا كله بفضل ربي هذا كله لأجل مجده ولا لا رات كتير إحنا بننفخ بعض واو شو هالخدمة وشو هالوعزة هاي هاي الوعزات ولا بلاش وببدأ إيش يعني إذا بتذكر أنا بجيب من مفاخ الفوتبول أضرب أعطي كمان أنفخ الفرشي وإحنا إيش بنروح على البيت عروس أصب عينة يعني طايرين ومش شو هالترنين كان وشو هالخدمة شو هالكلمة شو هالشهادة شو هاللي عملتوه شو هالكعك لجبتيها وشو هال يعني منبدأ إيش إحنا وإذا ما حداش يعني وإذا ما حداش يعني مدحنا من نام عوجة مطب وبطلت بقى أنت اخدم وإعمل لأجل فضله إحنا بس كل ما عملنا نقول إحنا مجرد عبيد بطلين كل اللي عملنا يشفق فينا لأنه هو منه وإليه وهو الأعطانا وهو إحنا من رجع له كل المجد فبقول اللي صار هديك اللحظة لأنه هرودوس ما أعطى المجد للرب ملاك الرب ضربه بالدود ومات في نفس اللحظة فورا قدام جميع الموجودين حتى يعرفوا إنه في إله حي إله المجد المجد لا أعطيه لا أحد آخر طب برك الرب راكني هيك وريشت واجب لي قرشين مناح وظبط لي أموري وفجأة اكتشفت أجاني رسالي ورسالي بيقول لي طلع لك ورتي قديش قال 200 ألف دولار لا مليونين ألف دولار أنا عرف قدي لا خلينا مليونين إيش العملة بالنرويز مش عارف أنا عشرة مليون كراوند بعودش أتحاكي شيلي شيلي يعني مثلا يعني الغنة الغبي بقول لها ديك السنة إيش عمل أخصبت كورته يعني هو يفكر إنه زرع يعني زرع ما كل سنة يزرع نفس الأرض ونفس هاي هذه السنة ربنا إيش بحبح له إياها وإيش زد له الشتواء الميات شوي وزبط له الأرض وأعطى الأرض قوة إنها تثمر فأثمرت أضعاف ما كانت كل سنة تثمر تعرفوا الزتون فيه سنة فيها حمل وفيه سنة مش حامل هاي السنة بحبحها الرب عليه كتير فبقول إيش الغني بقولي طلع أهلها عم المحصول بكفيش المخازن بد إيش أهدم يعني شخص إنشان يعني يعني بعرف حسبات مزبوط الأهدم مخازنة وأبني أعظم منها وأقول هون المشكلة لنفسي يا نفسي كلي واشربي لسنين طويلة ولسنين عديدة لأن لك إيش خيرات كثيرة لسنين عديدة طب وين 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 يا رب شكرا لأجل البرك اللي أنت أعطيتها شكرا لأجل الخير اللي أنت بعتلي إياه وين أعطوا الفقراء وساعدوا وفز وزعوا وين رجع المجد للرب وبنفس الليلة قالوا الرب إيش يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه الذي أعدتها لمن تكون أوعى إذا الرب باركك إذا الرب استخدمك إذا الرب عمل في حياتك إذا الرب باركك روحيا أو ماديا أو أوعى تنسى أنك تعطي المجد للرب أوعى تسمح لنفسك تنغر وتنجر إنك تأخذ مجد الرب لنفسك احضر من كلام الكبرياء والمجد دائما أعطي المجد للرب دائما أعطي المجد للرب انتبه لكلامك شو بتقول بقول أنا وبكلامك تتبرر وبكلامك تدنى أنا بحكي كل هالكلام أول إشي لنفسي يعني إحنا كلنا معرضين نقع وننجر وننغر لكن محتاجين نتذكر أنفسنا قال باركوا ولا تلعنوا كلامك باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم اغفروا يغفر لكم احضر من الكلام السلبي على ولاد الرب على خدام الرب على كنيست الرب ليش إنه عروس المسيح إحنا عروس المسيح إحنا ولاد الرب لما تحكي على ولاد الرب أنت عم تحكي على الرب لما تتكلم سلبي على ولاد الرب أنت عم تحكي على الرب نفسه إحضر من كل كلام سلبي لألا تأتي به على حياتك بالشر آخر شيء أختم بقصة هي كيف الكلام يجيب مشاكل وكيف نحن نحكي لما نتكلم لما نقول لما واحد يقول لي فلان قال عنك كذا وكذا وكذا ما نعمل أول يقول أنا لا أسمع ثانيا إذا أنت بدك تحكي جيب الشخص اللي هو حك ويحكي بوجه قدامه عشان الصورة عندي تكون واضحة أعرف شو صح وشو الغلط يحب بكفي إحنا نظلنا نتخب ومش عارفين نواجه عارفين نتعامل وكل الأمور هذي يعني وشو بصير لأنه إحنا وتتفاجأوا من قديش ممكن الكلام يغير بالقصة رأسا على العقب أحكي مثال قصة تشبهية قصة ولد وقصة الولد بالغراب قصة الولد وإيش الغراب واحدة خلفت ولد وراحت جرتها تزورها وروحت بعدين هاي الجارة راحت عند أختها في الحي التاني وقالت لكنت عند فلاني خلفت ولد ويعني هذا الولد اسود لونه مثل لون الغراب أختها بعد جمعتين راحت عند صاحبتها في الشارع التاني من الجهة التانية ولات لها سمعتلي سمعة أجد أخت عندي وقالتلي أنه يعني جرتها خلفت ولد شكله مثل شكل الغراب تغير من لون لشكل إي شو بتحكي قال هيك سمعت قالوا لي هديك مكذبات خبر جرتها بالجهة التانية قالتلي أجدت عندي هاي من الشارع من الجهة وقالتلي أنه واحدة خلفت ولد بشبه الغراب هديك راحت بعد جمعتين ثلاثة نسيت شو هاي قالت وراحت عند بيش عند بنت عم من البلد التاني وحديث عن بتحدث وقالتلي وحكتني أن واحدة خلفت غراب فشوفوا التغيير اللي بصير بالكلام من واحدة لونها من الولد لونه متل لون الغراب تحول للولد ليش شو نعمل احنا اتصل في المصدر تأكد افحص دقق قبل ما تنقل الخبر ويكون فيه إساءة للطرف الآخر نحتاجين احنا نضبط السنة كلام يطول وما أكتر الموضوع وشائك حتى نحنا نقدر نتعامل معه بس قبل ما أختم لأجل الوقت بطل ضيق ورحنا اختراقنا ضيق زمان لأجل الوقت هقول مثل أشعياء يا رب يا رب مين يدبط اللسان بقول محداش يدبط وغير الرب تعال بجمرة وقدس شفتي طهرني وقدسني أمين خلال نصلي في هذه اللحظات قول يا رب قدس شفتي طهر وقدس شفتي يا رب إذا النبي أشعياء شاف نفسه يا رب نجس الشفتين في محضرك مين إحنا يا رب مين إحنا يا رب حتى نوقف قدامك مين إحنا حتى نعودك مين إحنا حتى نعبر أنفسنا يا رب إحنا محتاجين أنه دمك يطهرنا يا يسوع قدسنا قدس ألسنتنا علمنا كيف يا رب بلساننا نكون بركة لغيرنا علمنا كيف بلساننا نكون سبب يا رب شفاء ومش سبب يا رب إذاء علمنا كيف نبارك ونحول اللعن إلى بركة علمنا كيف نطلق كلمات إيجابية على بعضنا البعض علمنا كيف نشجع صغار النفوس نسلد الضعفاء علمنا كيف نشكر في كل حين على كل شيء علمنا كيف يا رب سوع نتغير وننمو ونصبو ونكون كاملين صورة المسيح في سلوكنا في تصرفاتنا في كلامنا شددنا يا رب ضع وصن لساننا عن كل غش وكل تكلم بالباطل وضع حارس على باب شفاهنا وصل للأجل نفسي أولا وصل للأجل إخوتي وأخواتي وعطيني يا رب الفعل أنه نقدر نعيش السلوك اليومي في حياتنا في تصرفاتنا في كلامنا ونقدر يا رب الناس يشوفوا فينا صورتك ويشوفوا فينا محبتك وقلبك ونقدر يا رب نبارك يا رب بدل ما نلعن ونقدر يا رب نشجع بدل ما نحبط ونفشل ونقدر يا رب بسوع نقوي ونسند بعض بدل ما يا رب بسوع نهدم وندمر بعض يا رب اجعلنا أداة في إيديك ولساننا يكون أداة يمتلك روحك يا رب بدل ما يكون إنساننا أداة يستلم العدو لكي يستخدمه ضد بعضنا البعض احمينا يا رب لألا نستغل واعطي نعمتك حتى تفتقدنا جميعا لأنه إحنا ما منقدر بذواتنا إنه نضبط هذا الإنسان لكن بقوة روحك وبنعمتك الغنية أنت قادر تمتلكنا وتمتلك ألسلتنا فتمتلك كل حياتنا لك المجد أيها الرب اختم على هذه الصلاة هذه الطلبة نرفعها باسم ربنا وفدينا يسوع المسيح نصليه ولك منك كل الإكرام في اسم يسوع له المجد آمين قول مع بعض وإحنا وقفين والآن